تنطلق غدا فعليات اليوم الخاصة بإزالة الكربون ضمن فعليات قمة المناخ كوف 27 والمنعقدات في شرم الشيخ لأول مرة في تاريخ مؤتمرات وقمم المناخ ويأتي ذلك بعد تأييد الأمم المتحدة والمختصين بالاتفاقية الإطارية للمناخ وتلقي الجلسة الافتتاحية لهذا اليوم الضوء على ما تقوم به صناعة البترول والغاز في هذا المجال ومناقشة التحديات الخاصة بذلك والالتزامات والتعهدات وزيادة الطموحات المتعلقة بإزالة الكربون